ضمن أيام الفن التشكيلي السوري يستمر المعرض الفردي للفنان أحمد روماني في جالري جوليا أرت المعرض الذي حمل اسم الناجي تضمن مجموعة متنوعة من المجسمات التي اتخذت أشكالا غير معهودة لكنها حملت رسالته الفنية الخاصة حيث اتخذت المجسمات هيئة أشخاص نصفها طبيعي ونصفها يشبه الأخطبط الناجي هو الخلاص من الشيء والنجاة منه فصلت الضوءنا على المرحلة اللي هي ما بعد الحرب المرحلة اللي كنا عايشينها شو بتحمل رواسب وتأثيرات نفسية على الأشخاص فكانت أحد التأثيرات النفسية هي اضطراب الغربي عن الواقع الغربي عن الواقع كان إلا أسباب ونتائج اشتغلت على الأسباب والنتائج أحد الأسباب كانت هي الصدمات أو الفقدان الأشخاص أو الفقدان بشكل عام والحالات الاقتصادية اللي هي الفقر فأنا صلبت الضوء على المعلقة كرمز للفقر بأغلب الأعمال اللي عندي إياهم النحت هو ما تفرد به روماني خلال مسيرته الفنية مستخدما مادة البرونز التي تعتبر مادة صعبة في هذا المجال أغلب الأعمال المعارضي الفردي بيضم 26 عمل البرونز اخترت مادة البرونز لأنه هي مادة نبيلة ولها ديمومة فاعتمت مادة البرونز بأغلب الأعمال منحوتات عدة حاول من خلالها الفنان روماني إيصال رسائل متعددة لمتذوقي فن النحت ليكون معرض الناجي بصمة مميزة ضمن أيام الفن التشكيلي السوري ترجمة نانسي قنقر